أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كما أن الظلم عند الله عظيم وإن كان بسيطا حتى أن في الروايات لو أن شاة قرناء شاة أداقرون قرنين نطحت الشاة أجمع ظلما فإن الله يحييهما يوم القيامة ويأمر التي نطحت في هذه الحياة يجعل لها قرنين أن تنطح الشاة التي كانت في الحياة الدنيا قد نطحتها ثم يميتهما معا كذلك فإن المظلوم مقاما عظيما عند رب العالمين بعضهم يقول كيف تتوسلون حفيد الإمام هذا وحفيد الإمام ذاك لأن لهم مقام عند الله كما أن الحسين شفيع المذنبين فيما بينهم وبين الله عز وجل كذلك عبد الله الرضي شفيع المذنبين وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَا حِيَاءٌ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمْ ونحن نفتخر به ونعتبره عبرة وعبرة واعتبار ونعتبره من الشهداء الكبار لأنه كان صغيرا وانظروا الله يريد منا بدل جهودنا لا يريد منا إنجازات يعني أنت تبذل ما في مقدورك رب العالمين يعطيك الكثير من عنده مأة دينار الله يطلب من عنده عشرين دينار خمس اللي عنده مأة مليار يطلب من عنده عشرين مليار من يعطي عشرين دينار مساوي عند الله لمن يعطي عشرين مليار لأن حجم الأعمال لا قيمة لها عند الله ما عندك ما عندك من القوة والقدرة ما تبذله من الجهد رب العالمين يعطيك عليه الأجر والسواب تبكي على الحسين بمقدارك العجائز في البيوت لا تستطيع أن تقوم بالشيء نصرة للدين ونصرة للحسين لكنهن يسمعن مصيبة الحسين ويبكين رب العالمين يعطيهم والجزاء الأوصى لأنهم بذلوا ما بمقدورهم علينا أن نبذل بمقدار ما نستطيع فإذا فعلنا ذلك فرب العالمين يقدر ولا يضيع عمل عامل منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين